مساء الخير عليكم جميعا أصدقائي بالوقت الحالي ومنذ مدة طويلة هناك نقص بحوالي مليونين وظيفة شاغرة بألمانيا الرقم كبير جدا ويعتبر رقم قياسي تاريخي بألمانيا خصوصا وأن المجتمع يزداد تقدما بالسن ونسبة المتقاعدين هي الآن كبيرة جدا حوالي 19 مليون متقاعد بالبلاد في هذه الأثناء وزير العمل الألماني هوبيتوس هايل يريد سد الفجوة بالوظائف الشاغرة عن طريق المزيد والمزيد من الهجرة وهنا لا نتكلم عن هجرة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي فهي سهلة ومتاحة أمام أي شخص يحمل جنسية أوروبية ولكن التركيز يصب باتجاه المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي منها دول آسيا ودول الشرق الأوسط ودول أفريقيا ويقول وزير العمل الاتحادي هوبيتوس هايل أن المجالات مثل التمريض ومجالات الآي تي أي المعلوماتية بها نقص منذ مدة طويلة جدا ولكن حتى الآن الحرفيين والعمال والميكانيكيين عددهم قليل جدا وتحتاجهم ألمانيا بشكل كبير وعاجل حتى لو لم يكن لديهم مستوى لغة أو خبرة وذكر وزير العمل أن التحالف الحكومي الحاكم تحالف إشارات المرور يمهد لطريق القانون لكي يسهل هجرة الكفاءات المذكورة بشكل كبير وهو يعني قدم مشروع القانون الآن كورقة لأجل بحثها ودراستها ومن ثم الموافقة عليها ولاحقا نطلق القانون الأشخاص المختصين بمجال تقنية المعلومات سيتم تسهيل شروط هجرتهم وسوف لم يعد أو سوف لن يعد مهم شرط اللغة عند هذه الفئات ومن ضمن ما تنص عليه الورقة السماح للمهاجرين الذين ليس لديهم عقد عمل بألمانيا يعني شخص بدول خارج الاتحاد الأوروبي يتم السماح له بالسفر إلى ألمانيا حتى لو لم يكن قد عثر على فرصة عمل بل بعد الحضور إلى ألمانيا سوف يكون بإمكان البحث عن فرصة عمل إذا كان مستوفي لمعايير معينة مثلا شهادة معترف بها أو خبرات مهنية كبيرة أو مهارات لغوية طبعا سيلعب دور كبير إن كان الشخص كان سابقا مقيم بألمانيا ويعتقد أن القانون سوف يصدر بوقت قريب من بداية العام القادم بسبب الضغط الكبير والانتقاد الكبير الموجه للحكومة لعدم وجود يعني عمال مطارات كافين وأن محاولات الحكومة سابقا تحدثنا بهذا الموضوع يعني محاولات لاستقدام عمال أتراك من تركيا إلى المطارات الألمانية واجهت عواقب كبيرة ولم يصل العون بالوقت المناسب وملايين الألمان وملايين سكان ألمانيا وقفوا بطوابير يعني طويلة جدا لأجل عمل التشيك إن بالمطارات نتكلم عن عمال فرز ونقل الحقائب والأزمة التي حصلت بالصيف الماضي موضوعنا الآخر أصدقائي الآن هناك كلام عن احتمالية انقطاع التيار الكهرباء بألمانيا والذي سيصاحب انقطاع بالإنترنيت وبالهواتف والتدفئة والتوقف بعمل البنوك وأغلاق كل السوبر ماركت وانقطاع مياه الشرب لأنها كلها مرتبطة بالكهرباء بألمانيا رئيس جمعية المدن والبلديات الألمانية السيد جيرد لاندسبرغ يقول إن الاحتماليات تزداد كلما دخلنا أكثر بفصل الشتاء وتم استهلاك الطاقة وتدفئة أكثر وهذه الأمور ستحدد ذلك ويقول أيضا أن انقطاع الكهرباء سيكون أول ساعتين هو أمر سهل ولا يمثل مشكلة كبيرة ولكن في غضون 24 ساعة ستكون لدينا مشاكل كثيرة جدا والتركيز الآن بألمانيا على المدن والبلديات لأن الحكومة بأوقات الأزمات الفدرالية فهي توكل مهام الطوارئ للمدن والبلديات فالسؤال يطرح هل المدن أو البلديات جاهزة ومستعدة لحالات الطوارئ هذا السؤال طرحته مؤسسة ARD الحكومية الإعلامية وعملت مسح على المدن والبلديات الألمانية لمعرفة أنه هل المدن جاهزة مجهزة أم لا النتيجة أصدقائي جاءت أن نصف المدن غير مجهزة لحالات الطوارئ المتعلقة بالكهرباء مثلا مولدات الديزل أو حتى خزين الديزل نصف المدن لا يوجد لديها هكذا تجهيزات والكلام الآن هو أقرب من أي وقت مضى انقطاع التيار الكهرباء بسبب وضع الطاقة بأوروبا بألمانيا هناك حوالي 400 لاند كرايس وشارك من هذه الأربعمائة لاند كرايس حوالي 200 لاند كرايس وقال حوالي 101 منهم تخيلوا ليس لدينا أي استعدادات لأزمة الطاقة أو انقطاع الكهرباء وأيضا من ضمن الميتين مدينة التي تم سؤالها عن حالة انقطاع مياه الشرب هل يوجد لديكم على سبيل المثال آبار طوارئ لإمداد السكان بالمياه 78 مدينة وبلدية أجابت بالنفي لا يوجد لدينا آبار للطوارئ طبعا اتحاد المدن والبلديات يريد الآن الضغط على الحكومة لأجل توفير أموال أكثر للحماية المدنية ولخطط الطوارئ ولكن هناك عقبات كبيرة وعجز مالي ورفض من أن الحكومة تدعم هذه الأمور للبلديات والمدن يعني بسبب الأزمة الحالية ويبدو أن التحذيرات وصلت لمرحلة جدية بحيث بمؤتمر وزراء الداخلية بالولايات الألمانية رئيس المؤتمر اللي هو بنفس الوقت وزير داخلية بافاريا يواكيم هيرمان قال يجب أن نتعامل مع هذه الأمور بجدية كبيرة تحديدا مسألة انقطاع التيار الكهربائي طبعا أصدقائيا أعتقد أنه سيقول بعض المتابعين أنه مستحيل تقبع الكهرباء بألمانيا فهي بلد عظيم بلد اقتصادي كبير جوابي هو أنه أوروبا خلال بضعة أشهر فقدت نصف مصادر طاقتها وهي تقريبا بدون طاقة والآن تشتري الغاز من أماكن بعيدة بخمسة أو بستة أضعاف سعره الحالي فإلى متى ستكفي الأموال وإلى متى سيستمر الصرف وكل شيء له حدود حتى الخزينة الألمانية محدودة أصدقائي الآن نتحول للموضوع الآخر خطة أولاف شولتس واتفاقه مع الحكومة الصينية على إدخال شركة كوسكو الصينية المملوكة للحكومة الصينية بميناء هامبورغ وأن تقوم هذه الشركة بالاستحواذ على 35% من تيرمينالات الهامبورغ أو من منصات الهامبورغ بميناء هامبورغ لمدة 40 سنة يعني بالمعنى الحرفي أكثر من ثلث الميناء سيكون تابع للصين خلال الأربعين عام القادم هذه الخطة سيحسم أمرها يوم غدا بألمانيا باجتماع مجلس الوزراء الاتحادي والآن وسائل الإعلام الألمانية تتكلم عن تسريب محتمل لحل ممكن أن يتم اعتماده يوم غدا فالنقاشات السياسية الآن توصلت إلى نتيجة تفيد بأنه نسبة 35% من منصات الشحن هي نسبة كبيرة جدا وهي شيء خطير أن تصبح تحت تحكم الصين لذلك الحل هو أنه تكون النسبة 24% تقريبا كل الوزارات والأحزاب الألمانية تعارض هذه الخطة وهم مفزوعين منها حتى سياسين من البرلمان الأوروبي طالبوا بحضر دخول الشركات من الدول الاستبدادية خصوصا الشركات الحكومية يعني من الدخول إلى البنى التحتية الأوروبية تحديدا الموانئ والطاقة وهنا الإشارة إلى شركة غازوبروم الروسية التي تحكمت بمصير الكثير من الدول الأوروبية زعيم حزب الخضر أميد نوريبور حذر وقال يجب أن يفهم الجميع أن البنى التحتية يجب أن لا يتم بيعها ببساطة إلى دول نعلم جميعنا أنها مستعدة دون أن يرفلها جفن من أن تستخدم بنان التحتية لأجل استغلالنا السياسيا من ناحية أخرى مدينة هامبورغ ورئيس وزراء شليزفيك هولشتاين دانيال جوتنا يدعو إلى مشاركة شركة كوسكو الصينية بميناء هامبورغ لأنه يعتقد أن هذا الأمر سيجعل ميناء هامبورغ اللي هو الأكبر بألمانيا ينافس ميناء روتردام الأكبر بأوروبا وميناء أنت فيرب يعني أيضا بهولنديل هذا الأمر طبعا يؤيد المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا أنتون هوفيرتا وهو رئيس اللجنة الأوروبية بالبرلمان الألماني أشار إلى الذي فعلته الصين بميناء بيريوس الميناء اليوناني هذا الميناء يعتبر أكبر ميناء يوناني بالبداية الصين استثمرت بنسبة بسيطة بالميناء ولاحقا استحوذت على 66% من الميناء وأسمته ميناء رأس التنين والشركة التي استحوذت عليه هي نفس الشركة التي تريد ميناء هامبورغ شركة كوسكو الميناء صحيح زاد من واردات الصين إلى اليونان ولكن جعل الصين تتحكم بواردات اليونان بشكل شبه كامل والآن هناك كلام عن أن الصين لديها مدة طويلة من التحكم بالميناء اليوناني تريد أن تبيع الميناء إلى جهات أخرى أو إلى شركات أخرى موضوعنا الآخر أصدقائي في العديد من المدن بشرق ألمانيا تسعت يوم أمس خصوصا بوقت الليل رقعة التظاهرات ضد سياسة الحكومة الألمانية بالطاقة والتدخل بحرب أوكرانيا وحتى العلاقة مع روسيا الشرطة الألمانية تقول أن حوالي عشرين مدينة بولاية ميكلنبوك فوبومن خرجت بها تظاهرات يوم أمس برلين أيضا حصل بها تظاهرات وتورينجين أيضا خرج بها حوالي عشرين ألف شخص للتظاهر بحوالي أربعين تظاهرة متفرقة مساء يوم الأثنين زاكسن إنهالت وولاية زاكسن أيضا خرج بها الناس للتظاهر ولم يحصلوا احتكاك بالتظاهرات بين الناس والشرطة الناس كانوا يريدون أن الحكومة تكون حيادية بحرب أوكرانيا وأن تغير موقفها تجاه روسيا لكي ترجع أمور الطاقة إلى ما كانت عليه قبل هناك أشياء تم ملاحظتها خلال التظاهرات يوم أمس وهي أن حزب البديل اليمين الشعبوي كان يحاول ركب هذه التظاهرات وتبني التظاهرات الغاضبة من الغلاء ومن سياسة الطاقة ولافتات الحزب كانت حاضرة بكل تظاهرة وبدريسدن دخلت حركة بغدا المعادية الإسلامية التي انقطعت عن النشاط لمدة شهر إلى التظاهرات وأنصار هذه الحركة ربما قد يكونوا نغيروا تكتيكهم وأثناء التظاهرات لم يتطرقوا إلى مواضيعهم المعتادة بل ركزوا على سياسة ألمانيا مع أوكرانيا والحياد بهذه الحرب ووضع حد لارتفاع أسعار الطاقة الجنوني الآن موضوعنا الأخير موضوع مهم جدا جدا هناك قانون قادم لكل دول الاتحاد الأوروبي كل سكان الاتحاد الأوروبي سيتأثرون ومنهم ألمانيا القانون هو مبدئيا جيد للبيئة لكن سيكلفنا الكثير من الأموال بشهر نوفمبر القادم سيقدم الاتحاد الأوروبي خطة القانون هذه الخطة نص على إدخال معيار حماية البيئة الأوروبي الشامل أويرو زيبن نحن نعرف أنه الآن تصنيفات الانبعاثات لحد أويرو زيكس ويعني مفوضية الاتحاد الأوروبي أجر التقييم أولي على القانون الذي سيطرح قريبا والنتيجة أن القانون سيحسن جودة الهواء ولكن سيكلف تقريبا السيارات الصغيرة يعني سياراتنا العادية مبلغ 304 يورو والشاحنات تم ذكر مبلغ حوالي 2681 يورو يعني سوف تكون هناك شروط بصناعات السيارات تجبر الشركات على تقليل الانبعاثات طيب ما لديه سيارة بمعيار أيرو زيكس مثل أنا أو ما لديه سيارة بمعيار أيرو فيا أو أيرو فونف ما الذي سيحصل لنا وفقا لبعض الأنباء من برلمان الاتحاد الأوروبي فمن المحتمل أن تزداد علينا الضريبة بسبب أن سياراتنا سوف تكون أو سوف تعتبر ملوثة للبيئة أكثر والأيرو زيبن أو اليورو سبعة سيكون أفضل الأنواع طبعا هذا القانون أو هذا المشروع الذي سوف يطرح بنوفمبر تم انتقاده بشكل كبير لأسباب عديدة أولها أن منع السيارات التي تعمل بالوقود الحفوري ديزل أو بنزين بكل دول الاتحاد الأوروبي سيأتي بعام 2035 فلا داعي من حيث المبدع لإثقال كأهل الناس بمصاريف لا داعي منها وأيضا نواب بالاتحاد أو بالبرلمان الأوروبي قالوا أن دول اليورو تعاني من تضخم وغلاء كبير بأسعار الطاقة وهذا القانون رغم أنه جيد لكنه سيأتي بوقت غير مناسب ليس هذا فقط بل سيتم تقييم السيارات لفئات عديدة وسيتم منع بعض السيارات من دخول المدن كونها تلوث الهواء وقد تكون سياراتنا العادية جزء منها وهذا ما سيتم توضيحها ببداية شهر نوفمبر وهذا الأمور بالإضافة إلى بقية الأمور التي تهمنا سنركز عليها بالقناة بالأيام القادمة رب يحفظ الجميع ويخرج الجميع من هذه الأزمة شكرا لحسن استماعكم وليبقائكم لهذا الوقت من الفيديو وإن تحبون متابعة القناة أولا بأول تأكدوا من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مع السلامة أصدقائي ترجمة نانسي قنقر